وهنا عايز اذكر حاجة واحدة من اهم المقالات اللي لفتت نظري الى كاتب مفكر حقيقي من كام سنة لقيت المستس حمد عيز الدين بيقول لي افتح الاهرام بصوا في صفحة الرأي اقرى المقالة دي عن روح الفانيلا الحمراء لقيت كاتب متناول انا كنت شعرف ابدا انه له في الكرة او له في الرياضة او متابع للشأن الرياضي لكن لقيته بيعمل تأصيل فكري لفكرة روح الفانيلا الحمراء وبيستشهد عليها بمقولات فلسفية عميقة جدا تشعر في كتاباته كما لو ان زاكي نجيب محمود قد عاد عمق الكلمة وعمق الفكرة فالسوف فعلا البعث الفكري الجديد لزاكي نجيب محمود عشان كده يا جماعة لم نتفاجع الحقيقة في الوسط الصحفي او حتى الوسط الثقافي بفوز الكاتب والمفكر لانه مفكر اكتر منكونه كاتب الاستاذ صلاح سالم بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية ذهبت قبل ايام الى المفكر والفيلوسوف والكاتب الصحفي صلاح سالم ولعله عبر عنها ان هي جهد عشرين عاما لم يذهب هباء على فكرة كتب الاستاذ صلاح سالم عن هذه المباراة مباراة الاهل والوداد الاهل حدوتة مصرية مقالة مهمة جدا في الاهرام حكايتها وحددتها لانها جاية كمان بعد جائزة الدولة التقديرية نستحق ان احنا كمان نسمع صوت الاستاذ صلاح سالم استاذ صلاح اهلا بيك والف مبروك للجائزة والكاس الله يبدو فيك يا سبراهيم مبروك لنا جميعا على النصر العظيم تحيات وتحيات المهندس مبروك لنا جميعا على فوزك بالجائزة المستعقة واللي كنا احنا فقلا حسنا لما حضرت معانا في رمضان ما هو انا دايما نعمل شراكة مع الاهل دايما في الاهل اربع لدي المرة الرابعة على فكرة لما الاهل يتوق بدور الابطال انا يتوق بيحبى الجوائز سواء من مصر او من العالم العربي الله 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 ده احنا كده لازم ان تضاف لكشف المكافآت في الاهل الفين وواحد والفين وخمسة والفين واثناشر والفين تلاتة وعشرين ده فيش شراكة في النجاح طب ده ايه دي ليه علاقة بالمود العام ولا ايه شوف دي قوة الروح الاراضية والروح الامتصارية اللي غالبا ما بتلهم دايما الانسان علشان يحقق النجاج الكبير تقريب عنده مصادر الهام والحال الاهلي من مصادر الهام دايما شجعت الاراضة وقوة الروح والرغبة في الانتصار والرغبة في الانجاز مسألة معضية يعني على ايه على اي نادي انت تشجع على ايه بلد انت بتنتمي فالبنا بتكتسب هذه الروح فالحقيقة الاهلي قيمت بالنسبة لي انه مصدر للاراضة زمان كنت متردد اخبت المعركة انه الكتابة في الاديان وفلسفة الدين وجونا بتركها في الفين وستة الهمني القدرة ان انا ابدأ والقدرة على الانجاز ودايما في كل مرة الاهلي بينتصر واقسا في المرة الاخيرة وفي القضية ممكن في 2020 دايما ما بينتبني حالة من النشاط وحالة من الرغبة في الانجاز والرغبة في الانتاع والاهلي من مصادر القوة المعنوية والقوة المعنوية دايما هي اللي بتحفز الاراضة والاراضة هي اللي بتخلق الانجاز وده عهد الشراكة اللي بينه والحز準備 التقاطع الجميلة اللي اتكلمنا عنه الاربع مرات ارجو انه دايما يبقى بوش فائل حسنا على الاهلي والاهلي يبقى فائل حسن بالنسبة طيب وانت جاري العزيز اقول ان انت كتبت المقالة دي قبل المباراة ولا مولش اه اوش انا كتبت الاهلي الاهلي حدوطة مصرية بكل السقة تكتب مقالة للاهرام تحتفي فيها بفوز الاهلي قبل الاهلي ملعب المباراة احكيني ده حصل ازاي انا كنت واثق في انتصار الاهلي لازباب كتيرة ازباب بعضها قروي ده ناتج على انه الاهلي بفعل هذا العام متفوق فنيا عن الوداد بكتير الاهلي ده كاد يلعب بفترة الاخيرة بيلعب كورة اوروبية كورة عصرية فيه متانة في الدفاع وفيه فعلية فيه الهجوم بدال الفريق المفنيا افضل بفارق واضح عن الوداد اللي هو بيعتمد على فكرة الرزالة القروية فكرة ايماتة تضيع الوقت واماتة واماتة اللعب غير الفوارق الفنية في الحقيقة انا بقيس المسألة بالفوارق النفسية الاهلي لما راح البطولة اللي فاتت كان عنده مشكلتين مشكلة انه بيسعى لمنحق التالتة وتحقيق التالتة على التوالي هدف معنوي جيد بس اقل فيه فعليته وقدرته على التحفيز من فكرة السقر الهجيمة فدوافع الاهلي هذه المرة اقوى من المرة اللي فاتت الحاجة التانية السنة اللي فاتت كان فيه شعور نفسي عند الاهلي بنوع من القهر او الهجيمة او انه بياخد مباراة او معركة هو ظالمة بالنسبة له تفتقد للعدالة والحياز الحكاية دي اوجات نوع من الشرخ النفسي وشتتت زهن اللعبين المرة كان الاهلي مرك فالبعد النفسي المرة دي كان في صالح الاهلي اكتر بكتير من السنة اللي فاتت ولذلك انا السنة اللي فاتت كنت بالفعل الان لكن المرة دي كان عندي يقين شديد العنصر التالت هو عنصر فلسافي شوية ملوش علاقة بالكورة ترتلع على عنصر متفزيقي هو وتلك الايام ندولها بين الناس المفهوم القرآن العظيم لفكرة المدولة الاهلي في انفترات كتيرة في 2007 بعد 2005 و2006 وفي 2022 بعد 2021 بدأ وكأنه قوة طاغية مهيمنة على الكورة الأسرقية هذا الشعور يتولد عند معظم العرب بشمال الخطية ومعظم الفرقة وبيعمل حالة من الحفوز ضد هذا يعني دايما الفريق القوي لما بيتعاملك دايما بيستفز الآخرين جميعا من الأواسط ومن الأصاغر وحتى من المنافسين كبار للاحتشاد كمان بقى فيه عمل متفزيق عمل للتوفيق اقترادة كبهية اللي هي بتميل إلى أنه تحقيق التوازن في الكون وتحقيق وتحقيق نوع من العدالة والانتجام بين جميع البشر فالألا ما بيكسب مرة واثنين وثلاثة بس أنا عايزة أستوقفني كلمة هل تحقيق التوازن بشكل موجه هل هو نوع من أنواع تحقيق العدالة أنا لا أراه وكذا هو مش بالعدالة القانونية يعني ذا كان دايما فيه ميل دايما لما تبقى مظلوم شوية لما تبقى يعني الكون نفسه بينظم أيوة إنما لما يبقى فيه حد متفوق مش من العدالة يعني إن كفاية ودي حاجة لغيرك لأنه هنا الوجود هنا في حاجة الوجود بيدافع عن نفسه بمعنى إنه لو الأهلي خد التالتة وخد الرابعة أسأل أنت لو حسبت المسألة بالتفوق الحرفي الأهلي ممكن يأخذ البطولة مرة أنا أفاكر إنه سليم شايبوب رئيس نادي التراجي التونسي في 2006 قال إنه انتظروا إنه الأهلي هيأخذ البطولة عشر مرات العشر سنين اللي جاية بعدها 2007 الأهلي فسر في عامل متفذيقي إن الوجود بيدافع عن توازنات عن حضوره عن الفجرة المدولة بين الناس فدائما تحصل أخطاء بتتصرف اتجاه معين إنه يحصل نوع من التوازن يخسر الأهل عشان كده يخسر الأهلي قليلا لكنه ينتصر كثيرا وهنا بتتحقق العدالة لكن على مدى أوسع أو في أفق أوسع ويتحقق الفوز للمنتصر في أغلب الأهلي شوف بقى الفكرة ده تفسير يعني أحقق عدالة جدارة الأهلي بإنه يخفق أحيانا ليعود ينتصر يعود ولعله ده لو إنه الأهلي ينتصر في كل المرات إحنا هنفقد الشعور بقوة بفرحة الانتصار صحية بمنطق الاعتياج معليش برضو أنا عايز أفقد هذا الشعور أنا عايز أفقده هنا 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 الوجود يتحداك بقى ويصحح نفسه لا 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 ما تعطلنيش واحد طلع عشان تحسي بسعادة لا يا عملة خليني خليني كده ده جزء من طبيعة الحياة طيب يعني أنت ما جاوبتنيش إلى هذا الحد كانت عندك ثقة يا دكتور العوامل التلاتة العوامل التلاتة المتافيزيق الأخير ده والعامل النفسي والعامل الفني خلوني أبقى عندي شبه يقين أنه لا لا يفوز فتكتب قبل المباراة فاستفقت يوم الأحد صباحا نشطا متفائلا قمت المقال وبلغت الأهرام أنه أنا أنا بعتقدت مقالي يوم مساء السبت طيب أنا بعتلكم المقال لكنه بعتلكم مقال آخر مساءا عقب المباراة لأنه أنا كتبت عن الأهلي وأنتظر حتى لوضع الرطوش الأخيرة وأبعتلكم المقال وقد كان وأرسلت المقال لكنه أنا كتبته بيقين وحتى لما جيه وأنا بتفرج على الماتش في العادة أنا أوقات كتير ببقى واقف يعني بتفرج وأنا واقف وحيانا كتير ممكن نخبط حاجات يعني لما يبقى المساء الوضع السيء بتفرج بعصابية الحقيقة يعني تكاد تكون مغيرة بطبيعة العامة وطبيعة في الحقيقة العامة لكنه في هذا الخاء وأنا كنت بتفرج بجدوء شديد إلى درجة لفتت أنظار أختي وزوجتي وولاد أخوية قالوا مش على طبيعة كنتظر بأنه الجوم جاي أنا عندي يقين في الانتصار كل اللي أنا حاسس به أنا بحس الماتشات قبلها يعني كل اللي أنا حاسس به بيوحي أننا هننتصر لحد ما تجيت برأسية محمد عبد المنعم الغالية جدا والجميلة جدا واللي تحتلب من الأهمية قاضية أفشة وقذيفة أبو تريكا وبتحقق الانتصار يعني كم كنت واثقا لكن في نفس الوقت كم كنت سعيدا بهذه اللحظة الجميلة والبديعة صلاحو أنت تجلس في عمق الحركة الفكرية والثقافية ترى في كرة القدم نشاطا إنسانيا جديرا بأن يستلفت انتباه واهتمام وكتابات كبار الكتاب والمفكرين بالتأكيد لأنه الكرة لعبة أولا ترى أصبحت نشاط كبير وواسع بيمس اقطاع كبير من البشرية ومن ثم تلم بيمس اقطاع كبير من البشرية فبقى تحاول إلى ظهيرة ثقافية وليست فقط ظهيرة قروية الأمر الآخر إنه في الحقيقة لو إنك تأملت ملعب كرة القدم مش هتلاقيه والساحة المنافسة دي مش لا تقتصر على هذا الملعب الأخضر يعني متطيل الأخضر دي ساحة بتتنافس فيها العقول والثقافات يعني عندما يذهب فريد زي منشستر سيتي لنهاية دورة أبطال أوروبا أو فريد زي الأهلي إلى نهاية دورة أبطال أفريقيا الفريد الإنجليزي في الحقيقة بيذهب إلى الملعب بقوة الثقافة الإنجليزية الطبيب اللي بيعالك اللاعبين المدلك اللي بيزبط أحمالهم البدنية طبيب اللياقة ده علم بيدرس أكاديميات كبيرة المدرب سواء وطني أو أجنبي هو غيب بيحمل ثقافة معينة اقتصاديات اللعبة وثمن وتكلفة عقود اللاعبين دي مسألة اقتصادية مهمة فالمسألة التنافس اللي بيتم داخل المستطيع الأخضر ده قبل ما يتم جبل المستطيل هو بيجري خارج المستطيل بيجري بين كيانات بتملك امكانيات اقتصادية معينة بين مدارس وطنية أو بلاد بتملك قدر من المعرفة العلمية بالطب والطب الرياضي مختلفة بينتمي بين عقول ومستويات في التدريب والمعنية التدريبية والعقول الفنية متفوتة جدا فملعب الكرة مباريات الكرة اشبه بحروب صغرة حروب تجري بين الثقافات بين مستويات التعليم مستويات الصحة في هذه البلدان مستويات التكتيك مستويات العقول حتى المسألة الجمهورية مسألة حاسمة فيه جمهور بيحترف وفيه فريق عنده جمهور وفيه فريق ما عندهوش ده زي الأوطان الكبيرة والأوطان الصغيرة في الحقيقة مباريات الكرة بكل التنافسية بتاعتها أشبه بحروب صغيرة يمتلك فيها أو يستخدم فيه كل نادي فيها كل إمكانياته العلمية والاقتصادية والطبية والرياضية وذلك وذا سير للشعور القوي بالانتصار يعني أهل عندما ينتصر ويقول لك نحن نستطيع يعني هذا المكان هذا النادي يستطيع ويقول للأهل للآخرين في مصر وهذا ما لا يفهمه الكثيرون أن هذا البلد يستطيع إذا ما أدار موارده بكفاءة إذا ما أقام مستسيته على الانضباط والنظام والحرية والديمقراطية ويستطيع أن يفعل قيمة الأهل دائما تاري ملاعب الكرة أكتر منها جوة ملاعب الكرة قيمة الأهل أنه دائما يقول لنا أنتم المصريين أو نحن المصريين نستطيع إذا أجدنا تنظيم أنفسنا واستعدنا الجذارة والسرع طيب مقالتك استحقت اهتمام الأستاذ أسامة صرايا فكتب على طول تاني يوم حكاية فكرة الأهل وصلاح سالم وكتب الأستاذ أسامة صرايا رئيس سحرير الأهرام السابق عن علاقة الأهل بصلاح سالم وقال بطولة جديدة للأهل في الوقت الضائع تضيف إليه بل تثبت جدارته وأنه فريق بطولات وأن روح الفنلة الحمراء فائقة الجودة بل صنع البطولات المحلية وفي قراته الإفريقية وعلى مستوى العالمية مبروك للأهل وجامهيرو وبيقول الأستاذ أسامة صرايا وفي نفس الوقت تهنئة لصلاح سالم ليس لمقالته عن الأهل وهي تستحق ولكن لأنه مثل الأهل دائم الحصول على الجوائز المهمة وصدر له 18 مؤلفا في فضاء المعرفة بين العلاقات الدولية ومستقبل نظام السياسي العربي وعن الهوية والتحاولات التاريخية في المنطقة فهو من أبرز خبرائها وقد برز في التفكير بعمق في سنواته المبكرة وحتى الآن ونستطيع أن نلمس ذلك في الجهاد في الإسلام ودرسه البارز محمد نبيه الإنسانية وتوج ذلك أخيرا بجائزة مرموقة فوزه بجائزة الدولة التقديرية وهو يستحق أن يفرح بنفسه وبجوائزه فهو جدير بها ويستحقها باقتدار ولكنه كذلك يستحق مننا التهنئة وأن نفرح له لأنه كاتبنا الأهرامي المميز الذي يعطي صفحاتنا عمقا تستحقه وبيعرج أخيرا على تهنئته للأهل والحضرتك على هذه الجائزة مشكور الأستاذ أسامة سرايا وألف مبروك الجائزة مجددا والحضاشر إن شاء الله يا أستاذ صلاح الاثناشر الاثناشر للأهل والجائزة الحضاشر ليك الله أنت ماشي معانا بقى يعني أنت أنت اللي بتنفسنا وراء ريا المدريب يا رب يا رب الاثناشر يا رب الاثناشر وأنا وأنا اتناشر جائزة بعدكم بعشر سنين مش مشكلة لا كل التوفيق وكل التأدير وكل التهنئة أستاذ صلاح كل التهنئة ليكم وكل جماهي لنادي الأهلي وإن شاء الله الاثناشر قادمة وتستمر مسيرة النجاح في التدفق عبر الزمن يا رب شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والمفكر الكبير الأستاذ صلاح سالم ترجمة نانسي قنقر